تالي كلامي واضح وكل اللي بقوله يعني بحصل يعني انا الحقيقة مش عارف هل الناس مستوعب الكلام ده؟ هل الناس مستوعب القصة دي؟ القصة كتاب مفتوح يقرأ نقرأه نتسقف فيه ومنه ونقول الاختلاف كان من خلال تشكيل رئيس الحكومة الاسرائيلي للحكومة هو ما قدرش يشكل الحكومة نظرا لان الاحزاب السياسية الاسرائيلية التي حصلت على مقاعد في الكنيسة الاسرائيلي ولا اغلبية لم تتوافق ولم تتفق في تشكيل حكومة جديدة فدعى بن يمين نتنياهو لانتخابات مبكرة العملية اشتغل ولما حضرتك تاخد بالك تجد ان اسرائيل قامت بعدد من الضربات الوقائية ضربات وقائية ضد التمدد الايراني في شمال الوطن العربي في شمال شرق الوطن العربي من وجهة نظر الحقيقة انا ما زلت عايش مستغرب مستغرب جدا ما هي قواعد المثقفين في الرؤية هل هي قواعد واقعية يعني انا النهاردة لما ابقى راجل مثقف بيتيبقى القاعدة بتاعتي واقعية ولا مرتبطة بميول عطفية عندما ترتبط بميول عطفية سواء بحب او بقرة بتخرج عن نطاق الحيادية الثقافية النهاردة حضرتك عندك عدد من المشاكل بينما الذين يتحدثون عن الثقافة والمثقفين يتحدثون عن الديمقراطية طب انا عايز افهم حاجة مهمة جدا هل احنا عارفين الاول طبعا الديمقراطية تعرفها وانا اتكلمت فيها قبل كده كتير هي حكم الشعب بالشعب الديمقراطية هي حكم الشعب بالشعب ازاي يعني اقول ازاي دي بقى بسيطة جدا احنا بنعمل انتخابات انتخابات دي بترشح فيها ناس الناس دي بينتخبها الشعب صح فالشعب من خلال الانتخابات هو الذي يختار من يقوم بحكمه سواء كان نواب في البرلمان اللي من خلالهم بتشكل الحكومة يعني انا باختار محمد ومحمد بيختار حسين وحسين بيختار علي يبقى اللي اختار في الاساس مين محمد اول واحد محمد بيختار حسين وبعدين حسين بيختار علي وبعدين علي بيختار عبد المينة بس هي دي الطريقة اسمها حكمه الشعب بالشعب الاول اختيار واسع وبعدين الاختيار بيبقى اقل شوية بيديق شوية وبعدين بيديق شوية طب انا باختار علي اساسي عملية الاختيار دي لها مجموعة من الاسس لابد الانسان انا عندي مثلا عبدالله وعبدالسلام وعبدالشفيع عبدالله وعبدالسلام وعبدالشفيع وعبدالمنجي اربع المفروض اختار واحد منهم يصلح لانه يكون غفير عندي على الارض طب اللي انفع عبدالشفيع ولا عبدالله ولا عبدالسلام ولا عبدالمنجي الاول بعض اشوف مين فيهم اللي ما بينامش مين فيهم اللي بيبقى صاح مين فيهم اللي ما بيبطلش لف على الارض مجموعة من المواصفات اذا توفرت في واحد من الاربعة بختاره هو الغفير بتاع الارض من هنا اسمه الاختيار الاختيار ده بقى نكبره على اختيار عضو مجلس النواب لان عضو مجلس النواب بيوافق على الوزير اذا كان فلان ينفع حسين ينفع وزير ولا ما ينفعش اللي بيوافق عليه عضو مجلس النواب بعد ما بيرشحه رئيس الحكومة اذا ان عملية الديمقراطية دي محتاجة ثقافة متعددة لان مبني عليها ادارة الدولة وادارة الوطن بتبدأ الديمقراطية من القاعدة من الشعب الجمالة العمومية للشعب ايا كان هذا الشعب لو قلنا مصر الجمالة العمومية لشعب مصر حوالي حاجة وخمسين مليون دخل على ستين مليون لهم حق الادلاء باصواتهم في الانتخابات هم دول الجمالة العمومية لهم حق الانتخاب والترشيح في الانتخابات احنا رجعنا اعمار الشباب في الانتخابات خلينا من حق الشاب دخول الانتخابات ده كلام جميل جدا 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 وكنا محتاجينه الحقيقة ولكن ما هي درجة الثقافة التي يتمتع بها الشباب وما هي درجة القيادة التي يتمتع بها الشباب وما هي الخبرات التي اكتسبت في مراحل التعليم لدى الشباب كل ده محتاجين نشتغل علي انا النهاردة علشان اطلع قيادات من الشباب محتاج شغل محتاج ان انا اعمل اعمل مراكز لاعداد هؤلاء الشباب من اجل ان يتبوأوا الاماكن الاجتماعية وهم على درجة عالية من التدريب والثقافة والفهم ما اخدوش من الدار اقوم رميه في النار وبعدين اقول الشباب ده فلح او فشل ماينفعش في المانيا في امريكا في الصين الصين ذات الحزب الواحد في روسيا في كل الدول في كل الدول اللي ايه بقى اللي عندها ادارة وتنظيم سياسي يعني عندها ادارات سياسية وتنظمات سياسية بتلاقي الاحزاب عمل مراكز لاعداد الكوادر الشبابية الحزبية فبتلاقي كل حزب عامل مركز للقيادة بيعمل بيقوم باعداد القيادات الشبابية فيه انا النهاردة في مصر عندي مية وستة حزب عايز حزب واحد يقول لي مركزه لاعداد الشباب والقيادات الشبابية والكوادر مكانه فين واسمه ايه علشان نبعتلهم الشباب يدربهم العملية فهلوة مية وستة حزب شهدت عمليات غسيل اموال انشاء المية وستة حزب دول كان في ذلك الوقت عمليات غسيل اموال من خلال انشاء احزاب وكانت فلوس بتتدفع من دول وجماعات ورجال اعمال وغيره كانوا بيدفع فلوس علشان يخلوا عدد الاحزاب في مصر الف حزب فيفرق دم مصر بين الاحزاب والقبائل يتفرق دم مصر بين الاحزاب يا خرابي دا كانت عملية يا خطير كانوا يريدون ان يكون في مصر الف حزب الف لكي يفرق دم مصر بين الاحزاب فلا نعرف من هو الذي اسقطها ومن هو الذي ضمرها ومن هو الذي تسبب في القضاء عليه اشتركوا في القناة